اشتركوا في القناة سنتناول منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني طبعا نحن نظرنا لامتحانات الفصل الدراسي الاول نجد ان هناك عدة تعديلات منها الاسئلة المقالية اللي كانت متمثلة في الادب في البلاغة في النصوص والقراءة وده طبعا ليكون برضو مستمر معنا في الفصل الدراسي الثاني يبقى اذا الاسئلة المقالية اصبحت شيء ضروري او اصبحت ضرورة في المنهج او في الامتحانات الجديدة سواء كان امتحانات على طريق نظام البوكلت اللي هو النظام القديم او على التابلت وان كان الارجح ان الامتحانات ستكون امتحانات وراقية بصفة غالبة ان شاء الله سنتناول منهجنا بنوع من التجديد والابداع المتميز كما وعدناكم دائما وبشيء من السهولة واليسر حتى يسل على ابنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي فهم المنهج بطريقة سهلة وميسرة ان شاء الله تعالى سنتناول او سنبدأ بشرح منهج النحو نعرفين ان القواعد النحوية في الفصل الدراسي الثاني تتمثل في عدة دروس او عدة وحدات سواء كان الاستثناء او الملحقات بالمثنى وجمع المذكر السالم او الممدود والمقصور والمقصور التثنية والجمع سنبدأ باذن الله تعالى بداية من مبدأ او مثل واحدة او درس الاستثناء في عدة مفاهيم اي طالب لو فيهم معنى كلمة الاستثناء في الحالة دي او في اللحظة دي يستطيع فهم الدرس بسهولة ويسر اولا ماذا يعني الاستثناء احنا عندنا الاستثناء بيتكون من ثلاثة اشياء اساسية اللي هي المستثناء منه اداة الاستثناء ثم بعد ذلك المستثناء طيب برضو انا عايز افهمها بطريقها سهلة وميسرة انا عندي حكم بحكم على شيء معين او مجموعة اشياء بحكم معين لكن في جزء من هذا الشيء او مثلا جزء من هذه الاشياء اللي انا حكمت عليها لا ينطبق عليه الحكم بمعنى انا اقول حضر جميع الطلاب الا محمد يبقى انا عندي الحكم اللي انا حكمت به اللي هو حضور الطلاب لكن في جزء او احد او جزء من هذه الطلاب لم يحضر الا وهو محمد يبقى اذا محمد لا ينطبق عليه الحكم يبقى اذا لو انا بصينا كده على سبيل المثال نجح الطلاب الا الكسول يبقى الحكم عندي اللي هو نجاح الطلاب لكن استثنيت الكسول ان الكسول لم يحقق النجاح يبقى اذا نجاح الطلاب هو الحكم اداة الاستثناء اللي هي الا الكسول هو المستثناء اي انه لا ينطبق عليه الحكم يبقى كده فهمت ايه معنى كلمة الاستثناء انا عندي في بعض المفاهيم عشان لما اجي اتناولها اتبقى ميسر علي اول شيء معنى لما اقول مثلا اسلوب استثناء تام معنى كلمة تام يعني معناها المستثنى منه موجود يبقى معنى كلمة تام المستثنى منه ايه موجود يعني في المثال السابق نجد ان كلمة الطلاب اللي هي المستثنى منه مكتوبة موجودة طيب يبقى عكسها لما اقول ان هو ناقص يبقى المستثنى منه غير موجود يعني ما نجح إلا محمد يبقى اللي نجح محمد يبقى إذن المستثنى منه غير موجود ثاني أو ثالث مصطلح عندي معنى كلمة مثبت أي أن سلوب الاستثناء أو الجملة الاستثنائية لا يسبقها آدات نفي شوفوا نقول نجح الطلاب إلا الكسول ما فيش آدات نفي قبل نجاح الطلاب يبقى عكسها منفي يبقى إذن لو سبقنا بآدات نفي ما نجح الطلاب إلا محمد يبقى هنا ما آدات نفي يبقى نعند فيه تام المستثنى منه موجود عكسها ناقص المستثنى منه غير موجود مثبت لا تسبقها آدات نفي عكسها منفي تسبقها آدات نفي طيب إحنا عندنا أنواع الاستثناء يعني الثلاث أنواع اللي هو تام مثبت تام منفي ناقص منفي عندي أدوات الاستثناء اللي هي إلا وغير وسوى ثم خلى وعدى وحاشى وما خلى وما عدى نبدأ بإذن الله تعالى في أن الاستثناء بالمستثنى بإلا طيب المستثنى بإلا هنا قلنا هنا له ثلاثة أحكام المستثنى قلنا الإسم المذكور بعد آدات الاستثناء له ثلاثة أحكام أو الحكم واجب النصب على الاستثناء يعني هنا الاسم الواقع بعد إلا لازم يكون منصوب ده إمتى؟ عندما يكون الأسلوب تام مثبت تام في المستثنى منه موجود مثبت لا تسبقه أداة نفي يبقى إذا لما أقول نجح الطلاب إلا الكسول يبقى الكسول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح بعد الحكم بتاعه واجب النصب على الاستثناء يبقى أول حاجة تام مثبت يبقى ما بعد إلا واجب النصب على الاستثناء تاني حكم أو تاني حالة من الحالات عندما يكون المستثنى تام منفي تام منفي الاسم الواقع بعد إلا له إعرابان الإعراب الأول مستثنى منصوب كما ذكرنا الإعراب الثاني بدل يعني معناها بدل يعني معناها تابع يعني يتبع المستثنى منه في الإعراب ما حضر الطلاب إلا محمد يبقى أنا عندي هنا محمد لها إعرابان الإعراب الأول اللي احنا تعودنا عليه اللي هو مستثنى منصوب ببالإعراب الثاني اللي هو بدل يبقى أنا عندي حضر الطلاب يبقى إذا الطلاب فعل مرفوع علامة رفعه الضمة يبقى إذا كلمة محمد بدل مرفوع علامة رفعه الضمة يبقى كان اسلوب الاستثناء تام منفي يعني المستثنى منه موجود وتسبقه آدات نفي يبقى ما بعد إلا يعرف بدل أو مستثنى منصوب بدل ممكن يبقى بدل مرفوع أو بدل منصوب أو بدل مجرور الحالة الثالثة أو الحكم الثالث ألا وهو يعني يعرب حسب موقعه في الجملة ودي إذا كان اسلوب الاستثناء ناقص منفي ناقص منفي يبقى المستثنى منه غير موجود وأيضا منفي تسبقه آدات نفي مثال ما حضر إلا محمد يبقى إذا كلمة محمد أعرفها هقول عليها فعل مرفوع علامة رفعه الضم هنا قدامنا شايفين كده مجموعة من الأمثلة فهمت الدروس إلا درسا يبقى إذا هنا تام مثبت لا توجد آدات نفي وفي نفس الوقت المستثنى منه اللي هي الدروس موجودة يبقى إذا كلمة درسا مستثنى منصوب علامة النصب الفتحة واجب النصب على الاستثناء حضر الطلاب إلا طالبين أو إلا طالبتين يبقى برضو طالبتين مستثنى منصوب علامة نصبه ليا لأنه مستثنى واجب النصب على الاستثناء النوع الثاني اللي هو أمثل على التام المنبي ما فهمت الدروس إلا درسا لو أنا بصيت يعني وجد في بداية المثال ما النافية يبقى إذا كلمة درسا لها إعربان مستثنى منصوب أو بدل منصوب على فكرة أنا تعمدت أجيب المثال ده لأنه كان قبل ذلك في النظام القادم في الثانوية العامة أنه يأتي ويقول اجعل هذه الكلمة في اسلوب استثناء واجب النصب لعلتين يعني هنا كلمة درسا دي واجب النصب بس مش على الاستثناء واجب النصب لأنه مستثنى منصوب واجب النصب لأنه بدل منصوب يبقى هو واجب النصب على الاستثناء والبدل يبقى واجب النصب لعلتين وليس لعلة واحدة ما حضر الطلاب إلا طالبين أو إلا طالبان يبقى كلمة طالبين مستثنى منصوب وكلمة طالبان بدل مرفوع يبقى إذا كلمة طالبين يجائز النصب على الاستثناء الحكم الثالث اللي هو التام أو الناقص المنفي أناي إنه المستثنى منه غير موجود مثال ما حضر إلا طالب لب واحد يقولي أنا سأحيانا ممكن أتلخبط بين التام المنفي والناقص المنفي لا الطريقة بسيئة جدا نحذف أداة النفي ونحذف أداة الاستثناء استقامة الجملة يبقى إذا ناقص منفي وأعرف الكلمة حسب موقع في الجملة لب إذا كان مثلا حذفنا أداة النفي والاستثناء والجملة لم تستقيم يبقى تام منفي طب ما نطبق لنا عملي أفضل أنا مثال ما فهمت الدروس إلا درسا شيل ما وإلا فهمت الدروس درسا إيه فهمت الدروس درسا تحس إن هي برضو الجملة غير مستقيم لكن هنا ما حضر إلا طالب شيل ما وإلا حضر طالب جملة مستقيمة يبقى ما حضر إلا طالب يبقى ناقص منفي ما فهمت الدروس إلا درسا يبقى هنا تام منفي طيب هنا ما كنت إلا نائما طب شيل ما وإلا كنت نائما يبقى إذن نائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما حضرت إلا نشيطا يبقى هنا نشيطا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة يبقى إذن ده حالات إعراب الاسم الواقع بعد إلا طيب نأتي لنوع آخر من أنواع الاستثناء ألا وهو المستثنى بغير وسوى بس في ملحوظة أحب أشير إليها قبل الانتقال إلى غير والثوى أنه إذا سبق المستثنى منه بحرف الجر من فيعتبر غير موجود الجر ومجره ويصبح ناقص منفي مثال ما ذكرته من الدروس إلا درسا يبقى إذن درسا مفعول به ليه ذكرته درسا ما حضر من الطلاب إلا طالبه يبقى طالب فاعل مرفوح من الطلاب ده جره ومجره يبقى لو سبق المستثنى بحرف الجر من يبقى كأن المستثنى نفسه غير موجود ننتقل إلى المستثنى بغير وسوى وطبعا المستثنى بغير وسوى مرتبط بنفس المستثنى بإلا بمعنى أنا عندي في أسلوب الإستثناء التام المثبت أعرف الإسم الواقع بعد إلا مستثنى منصوب يبقى إذن في غير وسوى أو مثلا أسلوب الإستثناء لما يكون تام المثبت يبقى غير وسوى تعرف مستثنى منصوب بقيد أنا عندي في التام المنفي الإسم الواقع بعد إلا يعرب بدل أو مستثنى منصوب يبقى إذن في غير وسوى في الأسلوب التام المنفي يعرب بدل أو مستثنى منصوب في الناقص المنفي ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة يبقى إذن في الناقص المنفي غير وسوى تعرب حسب موقعها في الجملة لكن الفرق حاجة بسيطة جدا أن غير ترفع بضمة ظاهرة تنصب بفتحة ظاهرة تجرب كسرة ظاهرة أما سوى فإنها ترفع بضمة مقدرة تنصب بفتحة مقدرة تجرب بكسر مقدرة لانها اسم مقصور الاسم اللي واقع بعد إله إعرابه دائما مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور لم ينجح الطلاب غير أو سوى طالب كلمة طالب أولا لما يقول لي في فرق بينما يقول لي إعرب واستخرج لما يقول لي فين المستثنى هقول له كلمة طالب إعربها مضاف إليه مجرور لما يحطني خط تحت كلمة غير أو سوى هنا بيختلف أنا عندي لم ينجح الطلاب غير أو سوى طالب أنا عندي ده تام مثبت يبقى كلمة غير مستثنى منصوب أو بدل مرفوع نجح الطلاب غير أو سوى الكسول الكسول مضاف إليه هو المستثنى لكن إعراب غير وسوى طبعا بدل مرفوع لا آسف إعرابها مستثنى منصوب واجب النصب على الاستثناء لأن اسلوب الاستثناء هنا تام مثبت لا ينال الحقوق غير أو سوى الأقوياء يبقى العقوياء هو المستثنى غير وسوى إعرابها طبعا هقول عليها هنا ناقص منفي يبقى عقرب حسب موقع في الجملة فاعل مرفوع على مترفعية الضم الظاهرة بالنسبة لغير وفاعل مرفوع على مترفعية الضم المقدرة بالنسبة لسوى يبقى للاسم الواقع بعد وغير وسوى مضاف إليه غير وسوى تعرب اعراب الإسم الواقع بعد إلا نجح الطلاب غير المهملين هنا تام مثبت يبقى عراب غير وسوى مستثنى منصوب استقبلنا الجميع سوى المتخلفين يبقى هنا برضو تام مثبت مستثنى منصوب اللي هي كلمة غير وسوى لا يهان أحد غير المهمل يبقى مستثنى منصوب أو بدل مرفوع لأن كلمة أحد نائب فاعل مرفوع لا يتفوق الطلاب غير المجدين أو المجدون طبعا هنا المجدين في كل ترحلتين لأن المضاف إليه مجرور لكن كلمة غير عرابة هي مستثنى منصوب أو بدل مرفوع يبقى ده بالنسبة للمستثنى بغير وسوى طيب ننتقل إلى الفرع الأخرى والجزء الأخر من باب الاستثناء ألا وهو خلا وعدا وحاشا لو أنا لاحظ خلا وعدا وحاشا ده أدوات استثناء أعرب إما حرف جر مبني أو فعل ماضي جامد مبني لو أنا قلت عليها حرف جر يبقى ما بعدها اسم مجرور أما إذا ذكرنا أنها فعل ماضي جامد مبني يبقى ما بعدها مفعول به يبقى تاني خلا وعدا وحاشا لما تيجي كده بدون ما المصدرية يبقى الاسم اللي بعدها إما يعرب اسم مجرور أو مفعول به طب يتوقف عليه خلا فعل ماضي يبقى إذا ما بعدها مفعول به منصوب خلا أو عدا أو حاشا قلنا حروف جر يبقى ما بعدها اسم مجرور يبقى إذا المستثناء هنا يعرب اسم مجرور أو مفعول به مثال هنا مثلا حضر الطلاب ما عدا طالبا يبقى إذا هنا لو بصينا كلمة ما عدا أو مثلا هنا عدا وخلا أنا عندي اللي أخذ الأول على المثلة عدا وخلا وحاشا يبقى هنا اللي ما بعدها اسم مجرور طيب إنما لما أقول مثلا هنا لما أجي بتكلم عن ما عدا وما خلا الوضع اختلف يبقى تاني يا جماعة أنا عندي عدا وخلا وحاشا فعل ماضي يبقى المستثناء اللي بعدها مفعول به منصوب خلا وعدا وحاش حرف جر يبقى المستثناء بعدها اسم مجرور حضر الطلاب خلا طالبا أو طالبا طالبا مفعول به طالبا اسم مجرور نجحنا جميعا عدا خالدا أو خالد يبقى إذا خالدا لبقى مفعول به منصوب لفعل عدا أو اسم مجرور لحرف الجر اللي هو عدا طيب إنما لما تيجي ما عدا وما خلا هنا ماء المصدرية متخصصة بالدخول على الفعل يبقى إذن لما أقول ما خلى ما عدا يبقى إذن ده فعل ماضي جامد مبني وما بعدها مفعول به فقط مالوش أعراب تاني يبقى تاني ما خلى ما عدا فعل ماضي وما بعدها مفعول به منصوب خلى وعدى وحاشة فعل ماضي يبقى ما بعدها مفعول به منصوب أو حرف جر وما بعدها اسم مجرور يبقى إذن المستسنى بما خلى ما عدا دائما يعرف ما فول به منصوب المستسنى بخلى وعدا وحاش يمكن يعرف ما فول به منصوب أو اسم مجرور بعد خلى أو عدا أو حاش طيب هنا في ملحوظة كده أو مثلا حتة كده لأبنائنا المتميزين لما أقول مثلا خلى الدار من ساكنية هل هنا خلى بمعنى السسنى؟ لا هنا خلى بمعنى فارغة يعني بالبلد كده فاضي يعني فارغ مفيش يبقى إذن الفعل هنا ليس من أدوات الاستثناء يعني مش معنى اللي الاستثناء بيستثني شيء لكن أنت ما تقول نجح المتفوقون ما خلى أو مثلا خلى المتخازلين يبقى أنت كأنك بتستثني المتخازلين من النجاح يبقى إذن خلى وعدا وحاش لازم تكون معناها استثناء يعني معناها إلا يعني معناها بستثني ما بعدها لكن مثلا عدا بمعنى جارة لا يبقى مش تابعنا خلا بمعنى فرغة يبا برضو هنا مشتبعا حاشا بمعنى منع أو مثلا بعدة يبا برضو هنا مشتبعا يبا إذن خلا وعدة وحاشا يجب بمعنى الاستثناء أي أنها تستثني ما بعدها عما قبلها طيب بسم الله الرحمن الرحيم سنتناول درس آخر من دروس النحو ألا وهو الاسم المقصور هنعرفين الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة يعني معناها ألف لازمة مفتوح ما قبلها مثل كلمة على هدى مصطفى مونى يعني إذن الأسماء دي تنتهي بألف وقبل الألف هناك فتحة لازمة سواء كتبت يا أو كتبت ألف ولكنها تنطق ألف أنا غير الاسم المنقص اللي هاخده بعد فترة اللي هاخده يا الأنالية الاسم اللي هاخده ألف ألف نطقا سواء نطقا أو كتابة المهم أنه ينتق بالألف بي أنا عندي هنا لو بصينا على الأمثلة على أو على وعصى ورضى بي أنا عندي هنا لو جينا بصينا موقع الألف لو أنا بصيت على الألف في على وعصى ورضى ألاقي الألف ثالثة يعني اذا لو بصينا على الالف هنا ثلاث حرم اصل الالف ايه اصلها ايه الواو ليه الواو لان اي اسم مقصور لو انا كتبت الالف الف يبقى اصل الالف واو لو انا كتبتها ياء يبقى اصلها ياء يعني لما اكتب كلمة علاء لو انا بصينا الفعل المضارة بتاعها يعلو ادواو المصدر بتاعه علو ادواو يبقى اذا هنا ما يكتب الاف اصل واو يبقى عالى وعصى وارضة عصل الالف هنا واو. ترد الالف الى اصلها. اللي هو الواو. واضيف علامة التثنية والجمع. يبقى عندها عندي علا. هابصة ردتها الواو. يبقى علو. يبقى نحط علوان مسن. واحد يقول لي طب ما انا هحط مسن مؤنس ولا مذكر. لا. الالفظ هي بضع علامة التثنية مباشرة. لليها علاقة مذكر او مؤنس. هي لو اسم مؤنس. يثنى برضي يبقى مؤنس. لو مؤنس. يجمع جمع مؤنس. ما مشمعش جامع مذكر. بقى لو هو مذكر. يجمع جمع مذكر وما يجمعش جامع مؤنس. يبقى ايه دا لما قول كلمة مسنى هنا? ما لا. ما اقول لكش لما مسنى مذكر ولا مسنى مؤنس. يعني هي الكلمة كده لما اكتبها مسنى. يبقى انا دى عندي علو incorporة لما جي اعملها مسنى ردت الالف الى اصلها الواو يبقى علوان. بقى تلمة عصى عصا وان ما تقولش عصاتان لا ما يجيبش تاق التأنيس هي عصا احط الواو عصا وان وحطينا الالف ونون بتاعت المسنة اول يقوى النون عصا وان رضا رضا وان او رضا وان لما اجمعها جامع مذكر سالم جامع مؤنى السالم برضو الرد الواو الالف الاصلاء اللي هو الواو ونحط علامة الجامع اللي هي الالف والتاق علوات عصا وات رضا وات في جامع المذكر السالم نحزف الالف ونضيف علامة الجامع المذكر السالم وونون او ياء ونون رضا وون او رضايين بايب اذا كان ايضا الالف ثالثة ولكن الالف اصلها يا مثل كلمة فتا مثل كلمة هدى كلمة مونة برضو نفس القاعدة ترد الالف الاصلاء ونضيف علامة التسنية وعلامة الجامع يعني فتى اكتب الياء وحط فتى يان او فتى يين خلي بان ان في بان اثنين ياء هنا ياء بتاعت فتى الا الالف ردت لاصليا، والياء اللي انا ضيفتها بتاع المثنى لان المثنى يرفع بالالف وينصب وينصب بالياء هدى يبقى هدايان او هدايين في حالة النصب والجر منا منايان في حالة الرفا منايين في حالة النصب والجر طبعا فتى وهدى ومنا مؤنسات طبعا إذا ما تجمعش جامع مذكر فاجيب برضو علامة جامع المذكر اللي هو الالف والتا يبقى فتيات هدايات منايات باي ده إذا كانت الالث ثالثة يبقى الالث ثالثة ترد لأصلها الواو أو اليا ثم نضيف علامة التسنية والجامع الف ونون أو ياء ونون في المسنة ويهي الف وتاء في جامع المؤنث السالم أما في جامع المذكر السالم نحزفها ونأتي بالواو ونون أو الياء ونون حسب الأعراب طيب إذا كانت الالف أكثر من ثلاثة يعني إيه أكثر من ذا يعني عندي كلمات أعلى لأن الالف هنا رابعة وما بقى يعني المهم أنه أنا بقول أكثر من ثلاثة يعني بعد ثلاث حروف على الأقل يعني رابعة خامسة المهم ليست الألف الحرف الثالث برضو نفس النظام لو جينا بصينا علينا ألاقي إن الألف هنا أصلها هو أو ياء لا ما يختلفش معايا إزاي ما يختلفش معايا هنا تقلب ياء يبقى أصلها هو أو أصلها ياء تقلب ياء وحط علامة التسنية وعلامة الجامع يبقى هنا أعلى أعليان أو أعلى يين مصطفى مصطفى يان أو مصطفى يين ده من المثنة عظمى عظمى يان أو عظمى يين كبرى كبرى يان أو كبرى يين طيب لما تيجي هنا أجمحها جامع هنا بقولك دايما جامع السالم يعني ليه جامع السالم عشان ممكن كلمات تجمع جامع مذكر وكلمات تجمع جامع مؤنس فأنا عندي كلمة أعلى ده مذكر في جامع المذكر السالم نحزف يبقى هنا خلي بالك في جامع المذكر السالم بتحزف الألف ثالثة غير ثالثة بتحزفها واضف علامة الجامع المذكر السالم الو والنون في حالة الرافة واليأوى النون في حالة النصب أو في حالتي النصب والجر يبقى أعلى لما جي أرفاح لما جي أعمل جامع المذكر السالم بقى أعلون مصطفى مصطفون مرتضى مرتضون يبقى إذا حزفت الألف تاماما لكن في جامعة المؤنس السلبة احنا قلنا تقلى بها وحط علامة تسنينية علامة الجامعة المدونس السلبة مستشفى مستشفيات عظمى عظميات كبرى كبريات طيب هل في الجزئية دي ممكن هو يجيب لي لغز من الألغاز اه ممكن يجيب لي لغز من الألغاز ازاي يجي مثلا عبارة ويقولك مثلا يجيبها لك مذكر وقولك اجعلها جامع المؤنس تاني بالراحة علينا أنا عندي المذكر كلمة أعلى المؤنس بتاعها عليا يبقى لما يجي وما سأقولك أنتم الأعلون جامع مذكر اجعلها جامع مؤنس ما ينفعش أقوله أنتم الأعليات لأ يبقى أنتم العليا تاني خلي بالي وأقوله عليها تاني يبقى عندما يأتي تحويل من المذكر المؤنس صغط أفعل في الاسم اللي هو اسم التفضيل لما يجي حاوله لأ أشوف المؤنس بتاعه يبقى أعظم عظمى أكبر كبرى بس هنا طبعا متعلق بعض الكلمات زي مثلا أعلى عليا أدنى دنيا أفضل طبعا أفضل ما يقدرش أقوله أنه مقصور لا ده مؤنس بتاعه بفضلة مثلا بفضلة يجي مؤنس بتاعه فقط يبقى هنا أخلي بالي من هذه الملحوظة يبقى لو كانت الألف ثالثة ترد أصلها وهو أو ياء ثم يزاد ألف ونون أو ياء ونون عند التسنيع حسب العراب وألف وتاء في حالة جامع المؤنس السالم عند جامع جامع مذكر سالم نحذف الألف ونضيف علامة جامع المذكر السالم ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتين نصب والشر طبعا إذا كانت الألف أكثر من ثلاثة في الحالة دية أو مثل الرابعة فأكثر طبعا تقلب إلى ياء ونضيف علامة التسنيع وعلامة جامع المؤنس السالم أما في جامع المذكر السالم فإنها تحذف جامع المذكر السالم فإنها تحذف يبقى الاسم المقصور الخلاصة بتاعتي يحذف ألف دائما عند جامع جامع مذكر السالم سواء كان ألف سلاسية أو غير ثلاثي. عند التسنية وجمع المؤنس السالم نرد الألف لأصلها إذا كانت ثلاثية ثالثة وتقلب إليها إذا كانت أكثر من ثلاثة. ننتقل إلى الاسم المنقوص وهو الاسم المنقوص والاسم الذي آخره يلازم مكسور ما قبلها بخلي بالك المقصور مفتوح ما قبلها عشان كده نطعها ألف المنقوص مكسور ما قبلها عشان كده تنطق مثل القاضي والساعي والنادي. طيب. هنا لو جينا بصينا في علامة التسنية والجمع الداعي إلى الخير محبوب. الاسم المنقوص الداعي الله ده هنا يبقى إذا ما لهاش أصل ما قلتش أصلها وهو هي يأ أصلا يبقى أصلها يأ. يبقى هنا ما بيجيش أنا حولها وقولها ترد أصلها وهو أو يأ. لا اليأ تفضل ثابتة كما هي يبقى لما جاء أعملها مثلنا الداعي يأ ماشي كده. يبقى هنا أو الداعي يين في عملية المثنى. طيب بالنسبة لجامع المذكر السالم زي الاسم المقصور احزف. يبقى الداعون أو الداعين اليأ والنون أو الو والنون ديه علامة جامع المذكر السالم ما لاش علاقة بالاسم. يبقى هنا في الاسم المقصور والاسم المنقوص بيتشبه في حي. في جامع المذكر السالم احزف الياء وفي المقصور احزف الالف وحط علامة التسنية وعلامة الجاب. هنا في ملحوظة اننا لو انجد افتكرنا او مثلا درس الفصل الدرس الاول في طبعا اللي هو المشتقات في اسم الفعل. واذكرنا ان اسم الفعل لما يكون اسم ناقص يعني اخره ياء لازمة. اذا كان نكرة مرفوعة او مجرورة غير معرب بقلة او لاضافة يجب حس في الياء. ماها برضو نفس نظام في الاسم المنقوص. يعني مثلا ممكن كلمة ايه? داعي. ما ممكن تكتب داعن. الله. لما اعملها مسنة لازم رجع الياء. يبقى داعن. يقول لك ايه? او مسلا كلكم راعن. سن كلمة راعن. واحد يقول لي رائع. لا. راعيان او راعي. يعني طبعا هنا عشان مرفوع. فنضف ليه? وهقول ايه? طبعا لا. كلكم راعن. طبعا هنا خبر مرفوع. يبقى في الحالة دي هقول كلكم راعيان او كلاكما راعيان. لان هنا انا مرفوع بالالف لانه مثن. يبقى اذا كانت الياء محزوفة. عند التسنية. ارجع الياء. يبقى داعيان او داعيين. طبعا جمع المذكر السلم احذف. داعون او داعين. هنا يكافأ المهتدي بالجنة. كلمة المهتدي الياء سابتة يبقى المهتديان او المهتديين. جمع المذكر السلم. المهتدون احذف. با اذا لو كانت في جمع المذكر السلم يجب حذف من الياء إذا كان اسم منقوص معرفا بأل أو مضافا تثبت الياء لازم تكتب الياء إذا كان لم يكن معرف بأل أو الإضافة في حالة الرفع أو الجر هنا نحزف الياء لما يكون مفرد طب والتسنية ترد الياء لازم أرجع جمع المذكر السالم تحزم عند تسنية المنقوص أو جمع جمع مؤنس سالم نضيف علامة تسنية أو الجمع المؤنس السالم آخر الاسم بعد أن نعيد ياء المنقوص المحزوف يبقى قاضينا تبقى قاضيان أو قاضيات عند جمع المنقوص جمع مذكر سالم نضيف علامة جمع المذكر السالم مع حزف الياء إن وجدت الخلاصة طبعا ياء المنقوص لابد أن تكتب عند التسنية أو الجمع أو جمع المؤنس السالم وتحزف دائما عند جمع المذكر السالم نأتي في آخر درس في دروس الوحدة ألا وهو الاسم الممدود الاسم الممدود هو اسم مهرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مسبوقة بحرفين أو أكثر يعني إيه كلمة بناء ألف همزة قبلها به ونون صحراء ألف همزة قبلها صاد وحاء وراء وحسناء ولا غير ذلك طيب الهمزة دي هل ليها حالات قال لي آه الهمزة ليها حالات قال لك إن الحالات بتاعتها من الممكن أن تكون الهمزة أصلية يعني ده حرف أصل في الكلمة يعني ابتداء طب ما هنا أساسها مثلا لوحدة يقول لي ده ابتدأ ده بالزاوية بتاعته أو بدأ لما أحزف الحروف الزائدة بدأ يبقى إذن الهمزة هنا أصلية لو كانت الهمزة أصلية تظل كما هي همزة نضيف علامة التسنية والجامل يبقى ابتداء يبقى ابتداء آن أو ابتداء آين طبعا إحنا عارفين المثنى يرفع بالألف وينصب ويجرب الياء يبقى أنا بحط ألف ونون عشان مثنى مرفوه ويقوي نون عشان مثنى منصوب أو مجروض جمع المؤنس السالم ابتداء آن مثلا يبقى هنا زودت الألف والتائع عادي على الهمزة يبقى الهمزة الأصلية تظل أو تبقى كما هي نضيف علامة التسنية والجامل يبقى ابتداء المثنى ابتداء آن جمع المؤنس السالم ابتداء آن اشتراء المثنى اشتراء آن أو اشتراء آن جمع المؤنس السالم اشتراء آن بقى هنا نبصنا ألاقي إن الهمزة يبقى خلاص كده عارفنا إن الهمزة هنا أصلية طبعا لو كانت الهمزة هنا زائدة للتأنيس يعني أصلا الكلمة دي ليس بها همزة أصلا يبقى هنا زائدة للتأنيس في الحالة دي تقلب الهمزة إلى واو ونضيف علامة التسنية والجامل مثل كلمة حسناء صحراء يبقى التسنية حسنوان أو حسنوين صحراوين أو صحراوين جمع المؤنس السالم برضو تكتب يا ونضيف علامة جمع المؤنس السالم آلف وتاء حسنوات صحراوات طيب إذن الهمزة أصلية تظل كما هي الهمزة منقلبة مثلا الهمزة زائدة للتأنيس تقلب واو ونضيف علامة التسنية والجامل طبعا الهمزة منقلبة عن واو أو يا في الحالة دي قالك منقلبة عن واو ويا أنت لك اختيارين أنت تظل الهمزة كما هي ونضيف علامة التسنية والجامل أو تقلب واو أقلبها واو حتى لو كان أصلها حتى لو كان أصلها يا يبقى أصلها واو أصلها يا يبقى في الحالة دي أنت تقلب إلى واو نضيف علامة التسنية والجامل أو تظل الهمزة كما هي ونضيف علامة التسنية والجامل سماء ممكن أقول سماء أو سماءين أو سماوان يبقى خلي بالنا أنا خليت الهمزة الأولية سما او خلينا الهمزة زمعية باب سما وان قلبة الهمزة الى واو. زي ها بناء 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 مشاء 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 يعني اذا هنا لو بصينا في علامة ايه التسنيع. باب بالنسبة لجامع المذكر هنا في جامع المذكر طبعا برضو نفس النظام يسخلي الهمزة زي ما هي بناء او بناء وون. بيتنين واو. واو بتاع جامع المذكر السالم. والواو بتاعت الهمزة المنقلبة. لكن مثلا كلمة السماء مش هجمع حاجة ما مذكر لانها مؤنس. يبقى سماات سماوات بناءات بناء وات. يبقى اذا هنا الخلاصة بتاعتي على ان الهمزة هنا كام نوع ثلاثة. اذا كانت الهمزة اصلية يبقى هنا وتعرب بوجودها في الفعل مثل ابتداء ابتدأ فهمزة ابتداء اصلية لانها موجودة في الفعل بدأ. للتأنيس والهمزة ممكن تكون للتأنيس وتعرب انها لا تكون في الفعل مثل حسنة الفعل الماضي حسنة صحراء صحراء وهكذا. منقلبة عن اصل ياء او واو طبعا ايه لما اجيب الفعل الماضي بتاعها نجد ان اخره ايه الالف طبعا الالف اصلها واو او ياء. ان عندنا تسنيته طبعا هنا لابصينا اذا كانت الهمزة اصلية طبعا هنا تثبت كما هي نضيف علامة التسنية والجم. اذا كانت الهمزة للتأنيس لابد ان تقلب وثم نضيف علامة التسنية او الجم. اذا كانت الهمزة منقلبة عن الاصل يبا تبقى كما هي او تقلب وعن جسف الحل الثلاثين ونضيف علامة التسنية والجم. وان شاء الله تعالى الى لقاء اخر في درس اخر من دروس النحو على وهو الملحقات بالمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم. اترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.